كل أزمة سياسية بالبلد بتفقس موقف أو تصريح بيتحول بسرعة لشعار الموسم لكل أزمة أموس بيلزمها لفترة معينة بيروح فيرل وبيبني رأي عام وبيصير إلو معجبين ومحاربين ومحاسبين وفي طبيعة الحال بنده هي بيخرب البلد أكتر منه مخروب ما بقى نقدر نعطي كهرباء ببليش لما منقول ما خلونا ما خلونا ما خلونا كل ما أنا عم بحكي هو عطاط عيني حبيب شارتوني وقفة سرمي تكون صوت يلوحوا يهجون يللي عم بيصوت للويت عم بيصوت لداعش وين شفت إنه الشعب اللبناني عايش بدون كهرباء آخر الشعارات ما فينا نعيش مع بيئة حزب الله كلام قالوا صحافة محامة محلل سياسة تعرفوا كتير منيح اسمه جوزيف أبو فاضل المشاهدين معودين على جزاف إنه بيزتري ميات أوكي وصب عمي صب لكنه هالمرة صب الزيت على النار لما نستفز بيئة المسلمين بلبنان حاول إستاذ أبو فاضل يصلحها ما ظبطت معه خلونا نشوف الفيديو المصرف تورطت ولما نقدمت اعتذار كنت عم تنتقد الناس يلي اعتبرت إنه انفقدوا أعصابهم وعقلاتهم وأقلامهم وما حضروا الحلقة بس يا أخونا جوزيف مش هيك بيعتذروا انت عم تنتقد شريحة اجتماعية وديانة اسلامية طويلة عريضة بعدين كل الطواف المسيحية والإسلامية بتصلك اليوم سواء خمس مرات أو ثلاث مرات أو مرة واحدة وعندها تقاليد مثل عشورة وغيرها من العادات الإسلامية أو المسيحية دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراوية معقول يا أستاذ جوزيف ما فيك تعيش مع بيئة حزب الله لأنه بيميرسوا شعائر دينية يا خايفين منطي وعنا المسيحيين في لبنان شباهم ساكتين الأقوات بصورة خاصة المرة ده بصورة خاصة الكتاب بصورة خاصة حتى الطيار دخلك إذا رحنا هلأ على فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا ما في مواطنين بتمارس نفس الشعائر الدينية يعني ما لأنه أنه كذا وهيك لو قلت يا أستاذ جوزيف أنه ما بتقدر تعيش مع هيد البيئة أو غيرها لأسباب سياسية كانوا كل اللبنانية بيحترموا وشة نظرك لأنه حقك وبحط عليها وتحتها ثلاث سطور إليك الحق بأنه يكون عندك موقف سياسي مختلف عن مين مبدك أما أنك تحتاج على ممارسة شعائر دينية من قبل بيئة معينة فهيدا منافة تماما لكل حقوق الإنسان عوج الأرض سواء نقالها الكلام ببيروت أو ببيريز أو بواشنطن نحن المسيحيين دبحنا بواسطة شعور ديمقراطية والعايش المشترك والتوافق العايش المشترك تعرف ما بيتساوي وان هو بالمقابر الجمعية من سنوات طلعت لنا نغمة هن الكمية ونحن النوعية رجع طلع شعار هن شي ونحن شي مختلف رجع طلع ما بيشبهونا الشهير لشال جبور معقول هول كونوا قاعدين على نفس الجغرافية اللي أنا يعطي ما بديهم ما بعرفهم ما بيشبهوني ما بيشبهونا هاو الناس فمتي كيف لا بيشبهونا برد تفعلهم لا بأشكالهم ها صورة البشعة صورة هيك المزعجة فمتي كيف بيقرفوك بشكلهم خييفكوا عنها وعنها المنطقة وهلأ يا أستاذ جوزاف تانكس تيو طلعت لنا نغمة جديدة ما فينا نعيش معكم طب ليه يا أستاذ جوزاف ليه يعني منعيش معهم لما بيكون عندنا مصالح سياسية سوا سوا يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي ضروري ما فيو الباس ترجمة نانسي قنقر